على هواء مباشرة الشاعرة نور هاني وهي كانت من ضمن قائمة نداء مصر في الانتخابات عشرين عشرين سلام عليكم سيزا نور عليكم السلام نزعي حضرتك يا دكتور أخبر حضرتك عامل أي الحمد لله بخير والله يسنم ربنا اعدك برنامج مع القادة وصل إلي بث مباشر لحضرتك وصل عدد المشاهدين لمية وخمسين ألف مشاهد الكلام ده صحيح؟ في البداية اللايف ده كان بيكلم عن المال السياسي كنت بقول لها للمال السياسي يعني الفيديو ده يخص حضرتك طبعا أو اللايف ده حتى منشور على صفحتي طيب هل فعلا عدد المشاهدات مية وخمسين ألف؟ لا ده هو كان نزل عيوم ستة وعشرين ده كان بعد الانتخابات بـ 72 ساعة بالزر كان الهدف من اللايف ده نصحت من النوم توجئت على بيجي بتاعة مستقبل وطن بيقولوا فيه إن فيه بيان إن واحد برع بتمانية مليون جنيه لمستقبل وطن تمام ده كان الهدف من بداية اللايف كلمت طلعتك كلمت عن المال السياسي وحتى أنا أمكن لما ذكرت استشهدت من البيجي بتاعتهم وبعد حوالي يومين بالزبط كان وصل يعني بعد عشرين ساعة كان وصل لربع مليون مشاهدة ومن خلال الريموف اللي حصلت على البيج اللايف وقف أكتر من أربع تيام قبل توقف الصفحة كان العدد المشاهدين ميتين وخمسين ألف كان وصل آه بعد عشرين ساعة من بس اللايف تمام لربع مليون وإيه اللي حصل بعدها؟ حصل ريموف للصفحة وفجأت إن اللايف تقفل يعني أنا لقيت الناس بتكلمني بتقولي هو اللايف يتمسح ليه بعد ميتين وخمسين ألف مشاهدة ربع مليون مشاهدة حصل إن الصفحة تقفلت عند حضرتك بالضبط كلها مش الصفحة اللايف تقفل اللايف بس اللايف تقفل لمدة أربع تيام تمام إيه اللي حصل بعدها؟ وبعدين تمت تسوية الطعم لأن جاني من إدارة الفيس إن فيه تسوية مبينة ومبينة الشخص اللي طعم فيها وبعد التسوية دي تحصل بالفعل إن اللايف رجع تاني بس مرجعش بنفس قوة المشاهدة اللي كانت عليه يعني كان أول ميتين وخمسين لما رجع وصلنا دوقتي حالياً لمئة وخمسين ألف مشاهد لمئة وستين النهاردة مئة وستين النهاردة مئة وستين النهاردة أستاذة نور طيب أنا كنا هنعرض الفيديو لكن الظروف معينة كده مش هيتم عرض الفيديو اللايف طبع حضرتك لكن أنا عايز يعني أشوف إي حضرتك ما سجلت من تجاوزات في الانتخابات وحاديك ذكرتيها في الفيديو ما هي أهم التجاوزات التي أستاذة نور وهي كانت بنفسها من ضمن قائمة نداء مصر ما هي أهم التجاوزات التي وقعت عليها؟ أنا يمكن وضحت وذكرت في اللايف حاجات كتير قوية ولكنت استشهدت باللايف كنت هتشوف إن اللايف لم كمية معلومات قوية جداً أهم حاجاتي أنا لما استشهدت فيها من خلال الناس أنا لقيت تجاوزات من خلال حتى الناس يعني الناس كانت مصورة الكاراتين وهي بتتوزع من عليها بيجي بتاعت مستقبل الوطن كمان الناس كانت يتوزع الفلوس الـ 150 و200 وممكن أنا أذكرت ده في اللايف أنا ما اذكرته بالصوت ولكن أنا استشهدت به من مقاطع المقاطع مسجلة بالصوت والصورة من داخل مقاراتهم يعني حاديك عايزة تقول للأستاذة نور لما تكلمت عن هذا الأمر مسجل لديها أو الدليل أو المسترد اللي يثبت إن هذا الكلام ليس كلام هيا؟ أه طبعا كان موجود على اللايف حضرها لو كنت استشهدت باللايف كنت هتعرف كل الأدلة تمام إن في توزيع الكاراتين بالنسبة للحزب حالك زي ما ذكرت تمام النقطة الثانية النقطة الثانية من التجاوزات اللي إمكان أنا شفتها بعيني كان فيه تجاوزات من الطلقين من المناديب كان فيه مناديب بره بيتم طلقينهم اللي هو انتخي فلان رشح فلان وليك مقابل مادي لما تطلع هدهولك ده بيسمى بي الورقة الدوارة التوجيه بالضبط كده تمام الملاحظة الثالثة؟ الملاحظة الثالثة كان هناك عديد من انتشاح يعني كنا بنفوج أن فيه بساط بتيجي بناس هي عارفة توجياتها تدخلت انتخب مين؟ وده غلط ده لا يوجوز المرشح بيجي بينتخب اللي عايز ينتخبه سواء أنا أو غيري يعني حضرتك بتكلم البساطة هي جاية بيحصل توجيه من سائق أو من حد داخل المواصلة نفسها؟ من طلقين من أحد المناديب للمرشحين أو للأحزاب طيب علاجها ازاي ده؟ ده لا يوجوز طيب لو حبينا نعالجها نعالجها ازاي؟ والله المعالجة ديت من خلال أن يمكن أول حاجة نمنع الموضوع ده أن الناس هي اللي تسيجي بنفسها ممنوع منعا بدا أن يتم حج الناس بالطريقة دي تمام ولكن أنا عايزة أشكر جدا بجد من خلال برنامج حضرتك سيادة الرئيس والقضاء والجيش والشرطة لأنه كانوا فيه تعاون دائم ما بينهم وما بينهم بصراحة ما كانش فيه أي تجاوزات ويمكن أنا ذكرت في اللايف قلت يا جماعة أنا لما بقول المال السياسي بقول من خلال الأحزاب السياسية وليست من مؤسسات أو حاجة تمام طب أستاذها نور استمعنا في الفيديو اللي حضرتك بس مواشر تابعك كان فيه خلفية كده حد ماسك مسدس يعني حتى متناقش مع الإعداد ده إيه المسدس ده ومين في الخلفية عند حدك في الفيديو تابعك أوه ده أنا لما عملت اللايف دوت أنا استشهدت بالشخص ده أنا كنت منزلها قصيدة اسمها انزل وشارك تمام مصري مش لقايمتي أنا بس ولا لأي حد للناس كلها نايتنزل وتشارك تمام فجأت إن حد منزل لي كومنت تحت القصيدة دي بالضبط وهي موجودة لحد الآن على صفحتي تمام حد قال لي بوس يا فندم لما يكوني مرشح بالشكل ده فقلت له ده مين ده قال لي ده اسمه نائب مش متذكرة حتى اسمه فبقول له هو مين قال لي مستقبل وطن طيب أنا لما طلعت اللايف وقلت إن الشخص دوت إزاي يبقى ماسك سلاح حتى لو سلاح مرخص الجهات الأمنية أو الجهات الرقبية يعني بتجوز إن هي لا تسمح لك تحمل السلاح في أثناء آآ الفترة الانتخابية أكيد وده ممنوع منع بطن فهو لما استشهد قال إن هو بعدها إن ده رمزه حتى لو رمزك ممنوع منع بطن إن أنت تحمله يعني هو رمز المسدس رمز المسدس ومسك المسدس فعليا بالضبط كده تمام وفجأت بعدها إن حد منزل الكومنت بمحاضر إن تم إطلاق نار بس أنا معرفش مين مين آآ في برضو حاجة أخيرة يا سيزانور في البث المواشر تابع حدرتك آآ إن أحد ربما يكون تابع حزب ما بيقول إن إحنا حزب الحكومة إن إحنا يعني كلام كده لا يجب أن يكون على الإطلاق تمام ده بالفعل فعلا ده كان مرشح من حزب ومستقبل وطن أثناء طلقي مؤتمر بتاعه أو إحنا كل واحد بيكون لي حاجة اسمها المؤتمر الانتخابي اللي بيشرح فيه برنامج الانتخابي بتاعه تمام فجأت وهو بيكلم في المؤتمر الانتخابي وده الناس هي اللي مصورها لايفات وأنا استشهدت به في اللايف تمام بيقول فيه إن حزب ومستقبل وطن بيخدم عليه مؤسسات الدولة فعلا بيقول كده فعلا طبعا ده لا يجوز أنا تاني هستشهد أقول إن الدولة ليس لها أحزاب سياسية الكلام ده مش منقول عن لساني ولكن منقول عن تصريح من سيادة الريس عبد الفتاح السيسي لما قال إن محدش يتكلم بإسمي إحنا ملناش أي أحزاب سياسية على الساحة الاجتماعية تمام فمعناها إن مصر ملهاش أي أحزاب سياسية أو الدولة ملهاش حزب كمان استشهد قال إحنا مستقبل وطن زي الحزب الوطني زمان ما تخلوش حض يغلط بقى أنا أولا وحجو تم تدولته عن طريق الجوجل وعن طريق مواقع كتيرة حضرتك ممكن تستشهد به والفيديو وصل لنا برنامج مع القادة ولكن أحييك على شجاعة حضرتك وإنك استطعت أن توجزي نقاط معينة محددة في البث المباشر وكنت أتمنى أن يزاع البث المباشر كاملا على الهواء لكن إن شاء الله ممكن ينزل على صفحة برنامج مع القادة كاملة لمن أراد أن يتابع البث المباشر سيزان نور حضرتك ومجموعة الشباب ما حدث هل يؤثر بالنسبة لكم أم إن شاء الله الأمل والطموح يستمر إلى أبد إن شاء الله حتى تقت مصر على قدميها ويتبوأ الشباب مكاناتهم التي تليق بهم أنا عندي أمل في سيادة الرئيس لأنني كان دايما بقوله للأمل في الشباب وأنا واثقا من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واثقا أن فيه أمل كبير جدا واثقا أن فيه شعائص مشوع مصر فيه نور فيه أمل فيه بقى للشباب ودايما الرئيس كان بيهتم بالشباب في المؤتمرات وفي الكلمات بتاعته وأنا بحييه بجد الأستاذة النور هاني الشاعرة والتي كانت ضمن قائمة نداء مصر في انتخابات 2020 شكرا لحضرتك ترجمة نانسي قنقر